قرار مجموعة العمل المالي إبقاء باكستان في القائمة الرمادية أمر له جذور بعضها يتعلق بمصالح الولايات المتحدة في المنطقة وبعضها الآخر يتعلق بانتقام الهند ممن تحملهم المسؤولية عن هجمات ممباي عام 2008 الحكومات الباكستانية المتعاقبة جهدت في إنهائه إسلام باد نفذت 14 بند من أصل 27 منها تجميد أموال جماعات متهمة بالإرهاب وتمديد الحظر على حركة طالبان وتسجيعها على الحوار مع الحكومة الأفغانية وقبلها مع واشنطن كما سن الثمانية قوانين تتعلق بغسيل الأموال لكن الهيئة الدولية ترى هذا غير كاف وأمهلتها حتى فبراير المقبل لتنفيذ باقي المتطلبات الحكومة اعتبرت الحيلولة دون إدراج باكستان في القائمة السوداء نجاحا وفي مقر الخارجية الباكستانية بحثت القيادتان السياسية والعسكرية سبل إنهاء الوضع القائم وحملتان الهند المسؤولية لدينا أدلة دامغة تعكس الجهود التي تبذلها البعثات الهندية في الخارج لدى الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي قبل كل اجتماع للمجموعة من أجل طمس إنجازات باكستان وإبقائها في القائمة الرمادية أو نقلها للقائمة السوداء ولعل أبرز ما حققته مجموعة العمل المالي إجبار باكستان على حظر جماعات إسلامية تحظى بشعبية كبيرة وكانت لها جهود مميزة في النجدة وقت الكوارث والأزمات ما يبدو أنه معركة مالية على السطح بين باكستان ومجموعة العمل المالي يتضح أن وراءه رهانات استراتيجية ترمي إلى تحجيم باكستان وإسكاة أصوات لا ترغب واشنطن ونيودلهي في سماعها أحمد بركات الجزيرة إسلام أباد